وإحنا محمد من خلال كل هذه المواسم الأخيرة الله أعلم الموسم الرابح هذا بيعوني تبارك وتعالى ما نريد إلا أن ندخل فرحة على أسر الجزائرين فقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام رغم الظروف الصعبة الاقتصادية محمد رغم الهم هذا النفسي والاقتصادي لعيش الجزائر اليوم في الظروف هذه الكورونا ولكن أبت مؤسسة شروق الخيرية أبت حصة وفعل الخير إلا أنها تتم هذا المشوار هذا المشروع إن شاء الله تعالى تفعل ما تستطيع أن تفعله معكم أيها المحسنون معكم أيها الخيرون من أجل أن ندخل البسمة والفرحة على أوسرنا تعرف محمد بزاف ناس جزائرين أنا جررت بعض الأوسر الفقيرة يفرحوا لما ولدهم يربح البكالوريا يفرحوا لما يعطوهم السكن يفرحوا بس حشت فرحة العيد الكبير لما تدخل عليه خروف وهو قاعد يعني والله العظيم سبحان الله يعني تحير يعني تعامل جزائريين مع الشعيرة تعيد الأضحى يعني شيء خاص حتى الناس اللي قاء بعاد ولكن العيد الكبير هذا عنده يعني فلهذا اللي قلت لك بلا بقاء الشعيرة حتى العلماء لما يعني كم منهم من قال من تكلم على إخراجها يعني إخراجها الصدق على الأضحية فأجمع العلماء تقريبا والفقهاء عند الحنفية والمالكية والشفعية والحنابلة على أن الأضحية لما تسيل الدم أفضل من الصدق والشعيرة علينا أن نعمل جميعا طبعا نأخذ بكل المقومات والأليات الصحية الوقائية في هذا الظرف الخاص ولكن يجب أن تبقى هذه الشعيرة لأنها شعيرة المسلمين وسنة مؤكدة تردنا الرب يعزونا تقرب العز وجل